للمزيد من المتبعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق بعد التحية سيدة السفير الأمم المتحدة تقول إن إزالة الركام والدخائر التي لم تنفجر من غزة تتطلب 14 عاما إذن في حالة انسحاب جيش الاحتلال ما هو الضمان لسلامة الفلسطينيين من خطورة الدخائر التي لم تنفجر شوفي أختي العزيزة أهم شيء في هذه المرحلة هو التوصل لوقف إطلاف النار وتثبيت الأوضاع بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية ويا لذلك بحث تثبيت سلطة وطنية فلسطينية تعمل في إطار بهود إعادة الإعمار بدعم ومساندة من المجتمع الدولي دمرت إسرائيل 221 ألف مسكن قدت حرب ضد الجامعات دمرت كل الجامعات في قطاع غزة دمرت كل المستشفيات في قطاع غزة دمرت كل الخدمات المقدمة من كهرباء وماء وكل وسائل المعيشة قتلت 70% من 34 ألف شهيد منهم النساء والأطفال 70% من النساء والأطفال من 34 ألف جريمة من جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية الأكبر على مستوى القرن الحالي أنا أظن أننا إذا ما استدعينا التقرير اللي كان مكتوب بتشريح الجينوسايد أو تشريح الإبادة الجماعية كتبته فرانشيسكا البانيز المفاوض بشأن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وزارة مصر الأطفال الماضي ومنعتها إسرائيل من زيارة الأراضي في قطاع غزة نحن أمام مشهد ما تقوله الأمم المتحدة بشأن هذا الكم من الضمار هي جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس واليوم دعينا نتطلع للجهود الدبلوماسية المصرية الحديثة اليوم في تل أبيب يصل وفدا مصريا كانت وفد من الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس الشباك في زيارة للقاهرة أول أمس بمعنى أن هناك تواصلات سريعة لدعم سيناريو عدم اقتحام رفع سيناريو يقود للسلام ويقود لإعادة الإعمار بدلا من سيناريو استمرار الحرب الذي يقود نيتنياهو واليمين المتطرر في إسرائيل لكن سعدة السفير ما هو الضامن وهل هناك ضامن لسلامة الفلسطينيين بعد انتهاء كل هذه المجزرة والإبادة الجماعية التي تحدث الآن في قطاع غزة بعد كل هذا هناك ضامن لسلامة الفلسطينيين الذين يعيشون في هذا القطاع لأيضا موجود ألغام لم تتفجر أو لم تنفجر بعد بكل تأكيد يعني كل دي تداعيات للمشهد الأهم وهو التوصل لحل سياسي بعد وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات يعني إطقاء البشر في هذه المرحلة بعيدا عن تداعيات الإبادة الجماعية أمام التقولينه وسياداتك سيأتي حتما يعني جهود قعدة أعمار ضخمة تتشارك فيها مصر مع كل البلدان في المنطقة والعالم إعادة المواطن إلى أرض التي دمرت وإلى مد مرافق ولو مؤقتة لأن المرافق الأساسية حتى مصادر المياه دمرت الأبار دمرت هي جريمة أعتقد أن ماء فضع الحرب أوذارها والبحث عن مخرج سياسي كل قادة إسرائيل سيكونون في لاهاي لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية هي جريمة موثقة بالصورة وبالتالي لا فكاك من مطاردتهم حتى يكون العقاب هو الأداة الوحيدة لحماية سواء كنا نتحدث عن الشعب الفلسطيني اليوم أو أي شعب آخر قد يتعرض لمثل هذه المحنة سيادة السفير كيف ترى ازدواجية المعايير لدى الغرب بشأن حقوق الإنسان تجاه المجازر في غزة وصمتهم أيضا عن التجاوزات الإسرائيلية في القطاع المحاصر مارتين جريفث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في الخطاب يعني خروجه من منصبه ذكر أن ما حدث في غزة هي خيانة للإنسانية الساناتر ويهودي أمريكي ساندرز ذكر أمس أن أي ادعاء بأن ما تقوم بحركات المقاومة والجامعات الأمريكية التي تقف الآن ضد الإبادة الجماعية في غزة لا يمكن وصفها بمعادات السامية لأنه ضمر 221 ألف مسكن قتل 34 ألف وخمسمائة فلسطيني 70% منهم من أنعمد من النساء والأطفال هو قتل كل ما على الصف من جامعات ومدارس ومساجد وكنائس هو قضى على الحياة واستخدم أسليب الإبادة حسب قواعد القانون الدولي للإبادة الجماعية استهداف الشعب أو أثنية هو استهدف الشعب الفلسطيني واستخدام أدوات طاهرة لتحقيق الإبادة الجماعية واستخدم كل الأدوات التي يجرمها القانون الدولي وبالتالي هو مستهم بالإبادة الجماعية وعلينا أن نفعى لمحاكمة كل من ارتكب هذه الجريمة حتى بعد تسوية الوضع فيها سيادة السفير رأينا العديد من قرارات استقالات كثيرة في الحكومة الأمريكية مثل استقالة المتحدثة باسم الخارجية والاستقالة المتحدثة باسم التعليم في حكومة الحكومة الأمريكية هل هذه الاستقالات من الممكن أن تغير من المشهد وشكل المشهد في الأونة القادمة بالنسبة لما يحدث من قوات الاحتلال في قطاع غزة؟ نعم أنا أعتقد أن أتفق مع حضرتك تماما وأمس الدرس الأولئات المتحدة مع 17 دولة أوروبية قرارا دولية قرارا لدعوة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرائع والبدء في مصار سياسي أظن أن رئيس بايدن يعني أن حملته الانتخابية الآن باتت موددة انظري إلى ثورة الجامعات الأمريكية جامعات النخبة التي تشكل العام الأمريكي هي التي قدت لو تذكرين على الهجمة الأمريكية على فيتنام العدوان الأمريكي على فيتنام هي التي وقفت وتصدت للأبارتعايد أي التفرقة العنصرية البغيضة في جنوب أفريقيا الجامعات الأمريكية هي جامعات الصفوة لا أتحدث عن قوة عاملة أو إثنية أو لونية أو دينية أمريكية وصف الصورة سياسة السفير أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا عبر الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجي الأسبق شكرا جزيلا لك